تاريخ محترم جداً وتأثير كبير جداً مع نادي الزمالي خلال الفترة اللي اللعب فيها شفتوها أو سمعتوها كمان فيه هذا التأرير وحازم إمام واحد من المواهب الليلة جداً كمركز ظهير أيمن اللي كان عنده السرعة والقوة والأهم كان عنده مهارة كبيرة جداً فهو كان مميز في ييلو ومميز في طريقة لعبه وفي مركزه بشكل رائع جداً كابتل حازم بدايةً كده وانت برى الملعب انت لسه خارج من الملعب إحساسك إيه؟ شعورك إيه؟ وانت لسه يعني خارجه هو يا دوبك طازة من الملعب مشتاء؟ متضايق؟ زعلان؟ ولا تجربة جديدة حاس أن انت فيها هتبقى كويسة إن شاء الله؟ لا والله تجربة أنا حاس أنها تجربة جديدة وانا كنت أحب أن أخذها بصراحة الكورة أنا يمكن بلعب في ناس زمانيك من سنة 95 يمكن مخرجتش جرسانة واحدة بس ورى ناس زمانيك فبعد ما بطلت جالي حالة شابعة من الكورة يعني يمكن حتى ما بلعبش كورة عادي مع أصحابك؟ لا لا ما بلعبش خلاص أنا متوجه خلاص مركز في موضوع التدريب فأنا أحب بالموضوع واتمنى إن شاء الله بذل الله زي ما قدرت مع ناس زمانيك أن أنا أخذها 14 بطولة إن شاء الله أقدر أساعد ناس زمانيك ويطلع من تحت إيدي لعبه اثنين وثلاثة يفيده ناس زمانيك دائماً اللي بيخرج من الملعب يقول لك لا أنا زعلان جداً ومش عايز أخرج من الملعب وعايز أكمل وعايز أكمل لحد ما لا نهاية يعني لا والله يمكن أنا جالي يعني بعد ما خلص مع ناس زمانيك كذا حد كلمني أنا كنت يعني أنا خلاص كانت موضوع كان قفل بالنسبة لي شبعت شبعت كورة شبعت كورة كورة أنا خلاص يعني ومش عايز أظلم نفسي وأظلم حد معي لأن أنا آخر فترة آخر سنة الإصابات عندي كترت كتير ما كنت ممكن أكمل سبعة ومواطسات وكان ممكن يحصل إصابة فأنا خلاص آخر فترة دا قلت لأ أنا مش عايز أخود تجربة تانية وظلم نفسي أو ممكن الناس ما بحبش أخد فلوس مثلاً ومعملش بيها أي بحبش ألعب إن أنا عشان اسمي أه لا أنا مش عايز دي فأنا قررت الأفضل الاعتزال يعني هايل جداً